الدخول الأمثل الذي شاهدناه بالنسبة للثلاث الجزائري في المنافسات الإفريقية هو ربما امتداد لما حدث في الشان لا أكثر ولا أقل لكن هل سوف يذهب هذا الثلاث إلى أبعد حد وسوف يحققون نتائج مثل ما يعتقده البعض وفق كل ما كنا نقوله على هذه البطولة أنا لا أظن إذا ما استطاع أي فريق جزائري أن يذهب بعدا أو أن يصل إلى المربع أو حتى إلى النهائي فذلك أقولها للمرة الألف سوف يدخل في باب المفاجأة لا أكثر ولا أقل لا لشيء سوى لأننا لسنا يعني لا نضاهي الفرق الكبرى في إفريقيا سواء من حيث التعداد أو العامل القاعدي أو حتى النظر المستقبلية عندما كنا نتحدث منذ قليل حول المشاريع والمذرب المحلي والأجنبي وما إلى ذلك تخيل عندما تكلم حمزة منذ قليل على ما يجري في فرنسا قال لك بعد الفوز بكأس العالم 2018 ذهبت الكتلة التي تحصلت عليها الفيدرالية الفرنسية من الفيفا ذهبت مباشرة إلى التكوين وذهبوا بالمكوينين إلى خارج فرنسا داخل فرنسا هو خارج الجزائر يا عماد نحن عندما نتطلع إلى تكوين المدربين نلتفت مباشرة إلى فرنسا الفرنسيين لما يريدون أو يتطلعون إلى التكوين يذهبون إلى خارج فرنسا وهذا هو الحاصل بين المستويات في مختلف البلدان على حسب كل مستوى بلد مغاناة بلد آخر لذلك أنا أقول مرة أخرى وأعطيك مثال آخر عندما صدرت مالمو إبرايموفيتش يا عماد عندما صدرت هذا اللاعب عوائد تحويل إبرا إلى خارج السويد عادت على المدينة وعلى هذا الفريق بمشروع مستقبلي جد وضخم بدليل أن مالمو صارت من أقطاب الكرة السويدية في الوقت الحالي نحن صدرنا كم اللاعب صدرنا 20 30 40 اللاعب ما هي عوائد هذا التصدير ماذا فعلت الفرق الجزائرية بتصدير هؤلاء اللاعبين أين هي المشاريع الرجل يتحدث على مراكز تكوين أنا أقول له مراكز تدريب غائبة في الجزائر فما بالك بمراكز تكوين ربما عدا بارادو ونصر حسين داي في بنصيام ليس هناك أي نادي جزائري يعني لديه مراكز للتدريب ولا نتحدث على مراكز للتكوين لذلك المشاركة الجزائرية في مختلف الكؤوس الإفريقية هي تدخل في باب الفولكلور وتنشيط هذه المنافسات لا أكثر ولا عقل